بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سورة النجم في المنام من قرأ سورة النجم في المنام نقول له تكون عظيم وهادي ومهدي كالنجم في السماء وتجني كل ما تهوى وتصير منجم كل ثمين وكل ما غلى ويستفيد منك أهل الأرض والسماء بحسب حالك وما يليق بك وما تدل عليه الرؤية ولذا نجد أهل التعبير يقولون في من قرأ سورة النجم في المنام قالوا ينال كل مقصد وينال الرضا والرجاء وقالوا أيضا أنه يأتيه ولد مجنون قالوا مجنون من الاشتقاق نجم نون جيم ميم ومنها جن وإذا أضفت الميم في البداية صار مجنون والجنون هنا إذا دلت عليه الرؤية في الشر ممكن يعبر بالجنون ولا ننسى أن يعني يقولون خذ الحكمة من أفواه الأفواه المجانين لماذا؟ لأن المجنون يرى ما لا ترى ويتفطن لكل غريب شاردة وربما تصدق المقصود من ذلك أن تأخذ الحكمة حتى من المجنون وأيضا أهل الجنون فنون ولذا نجد أن أهل الكفر والعناد في الأمم السابقة كلما أتاهم رسول أو نبي قالوا ساحر مجنون مشعوذ قالوا وصفوه بمثل هذه الأوصاف الجنون والسحر والشعوذة وما إلى ذلك والكاهن أيضا لماذا؟ لأن هؤلاء لهم الشاعر والكاهن والمجنون والمنجم وغيرهم يتفطنون لما لا يتفطن له الناس وأحيانا تصدق كالأنبياء مع البون الشاسع في التشبيه الأنبياء والمرسلين أيضا يتفطنون لما لا يتفطن له الناس ويأتيهم من العلم والأخبار ما يدل على صدقهم فيرون صدق أخبارهم في الواقع الحاضر والمستقبل فضلا عن الزمن الماضي إيش الفرق بين الأنبياء والمرسلين النبي من نبأه الله سبحانه وتعالى بخبر والرسول من أرسله الله فالأنبياء والمرسلين إنما علمهم من الله سبحانه وتعالى أو ما ييسره الله لهم من أنواع العلم عن طريق الرسل وعن طريق الفراسة والإلهام وعن طريق الرؤية وغير ذلك أما أولئك من الشعراء والمجانين وكذلك المنجمين والمتنبئين والمشعوذين هؤلاء إنما تتلى عليهم أشياء مخلطة ما بين ملائكة وجن وشياطين ويعرف في حالهم وأخبارهم الصح والغلط هذا الفرق إذن الفرق إنه الأنبياء والمرسلين من الله سبحانه وتعالى وأما غيرهم من المجانين وغيرهم هذا يأتي من الله ومن غير الله سبحانه وتعالى وكما في الرؤية أيضا تجدها مثلا الرؤية من الله ورؤية من الشيطان ورؤية حديث نفس فحديث النفس وكذلك التي تكون من الشيطان هي ما يأتي لما يخالف فيه الشاعر الحق ولما يخالف فيه أهل التنبؤ والتنجيم والسحرة والمشعوذين والكهان وغير ذلك من غير الحق والله أعلم ترجمة نانسي قنقر